النهاردة اجتمع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع سيادة اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء خبالك من الحدودة دي بس كده واحدة واحدة واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق ليه؟ الرئيس وجه بقيام الصندوق بأنه يعمل حصر دقيق خبالك دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة بدءا من 1948 وحتى اللحظة وده علشان يتعامل ضمهم لقوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق طيب الرئيس بيعمل كده ليه؟ الرئيس بيعمل كده لأنه ده تقدير من مصر لأبنائها تقدير من مصر لولادها اللي قدموا حياتهم علشان خاطر حرية مصر وحرية الأمة العربية احنا دخلنا 48 لحرية الأمة العربية خد بالك عرفت ليه دايما نقول مصر أم الدنيا مصر كبيرة مصر هي الأمة هي الشقيقة الكبرى هي اللي بتتحمل مسؤولية هذا الوطن الكبير وكمان لترسيخ هذه القيم لدى أسر هؤلاء الشهداء كمان فخمة الرئيس وجه بأنه صندوق تكريم الشهداء يبدأ فيه صرف حافز مادي استثنائي لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق وده بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة من نفس ذات الصندوق علشان تشمل بقى المزيد من المجالات الإضافية زي التعليم الصحة الرعاية الاجتماعية أو غيرها يعني لو خدت بالك أنت هتلاقي أنه كل شوية في حاجة جديدة بتقدم إلى المصريين بتوجهات من فخامة الرئيس حاجة جديدة بتوجه للمصريين في إطار مظلة حماية اجتماعية كبرى ولا أحد ينسى لأنه لا أحد ينسى